اشتركوا في القناة ويشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الحلقة أن تكون نافعة وأن تكون صادقة وأهلا بيكي وبحضرتك وبجمهور الصحة والجمال ده شرف لي وسعادة كبيرة جدا نورتنا والله حضرتك ده شرف لي نحن والله شرف لي نحن طيب أولا كده حضرتك عرفنا على حضرتك وعلى نفسك وعلى دراستك وعرف السادة المشاهدين أنا راضي كامل خريج دراسات اسلامية وعربية جامعة الأزهر دبلوم طربوي جامعة عين شمس كورسات كتير جدا الحمد لله بفضل الله يا رب العالمين في التنمية البشرية وفي تجويد الكرآن واخد عدة إجازات في تجويد الكرآن الكريم وعدة شهادات تقدير في تحفيظ الكرآن الكريم للأطفال وللكبار وللأجانب ربنا يزيد حضرتك يا رب طيب إمتى وإزاي حضرتك ابتديت؟ والله هي البداية السؤال ده جميل جدا البداية بتبقى من الوالدين يعني الوالدين دايما بيكون عندهم أمنية بيكون عندهم أمنية طيبة بينهم وبين الله فلما تكون النية دي صادقة ربنا بيحققها لكن ابتديت فعليا في سن ست سنوات بدأت أذهب إلى الشيخ بدأت أحفظ الكرآن الكريم مع الشيخ ختمت وأنا عمري تقريبا 13 سنة ونص الحمد لله رب العالمين كان الدافع الأول والمشجع الأول حبي للكرآن ثم الوالد رحمة الله عليه كان كل هدفه في الحياة إن أنا أحفظ الكرآن وإن أنا أكون من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى فله مني وهو الآن بين يدي الله له مني رحمات ودعوات رحمة الله علي متصلة إلى أن نلقاه على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرع فينا الصيام والقرآن إن شاء الله طب حضرتك كمعلم إزاي بتعد للدرس أو للمحاضرة علميا علميا اللازم الواحد يبقى عارف هو هيدرس إيه يعني أنا دلوقتي المادة دي المحتوى ده أنا أبقى عارفه ومتكنه تماما دي نقطة النقطة التانية أبقى عارف هيدرس لمين أدرس المتلقين زي معلوماتهم عن الموضوع المعلومات السابقة سنهم العداد التقاليد في حاجات كتيرة المكان الوقت كل ده بيؤثر على إعداد المادة العلمية هبتدي إزاي هقوله في صيغة سؤال ولا هقوله في وهو متلقي يعني هقول بسرعة وهو يتلقى كل واحد في واحد بطيء في واحد سريع كل واحد دي طريقة مش كله زي بعضه فعلا لا مختلفة هراء الفروق الفردية في المتلقين تمام طيب حضرتك بالنسبة لحفظ الكرآن أكيد فيه طرق كتير إيه أفضل طريقة أقدر أحفظ بها الكرآن الكريم وأوصلها إذا كان لطفل قدامي أو لحد مبتدئ لسه عايز يحفظ الكرآن الكريم تمام ده حضرتك أحقيك على هذا السؤال لكن قبل ما نجاوب على السؤال ده الكرآن الكريم نعيش معه دقيقة أو ديتين وبركات الكرآن الكريم الكرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى نزل ليكون أمانا لنا في قلوبنا نزل ليهزي بالطباع ويضبط سلوكياتنا نزل الكرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم لينزر من كان حيا يبقى الكرآن نازل لإصلاح الحياة نزل فيه شهر عظيم مبارك في ليلة مباركة زي ما قال الله سبحانه وتعالى نزل الكرآن الكريم لينزر من كان حيا فمن أراد تعديل السلوك الكرآن الكريم من أراد بركة الكرآن الكريم من أراد قوة الإيمان الكرآن الكريم من أراد الصبر على المصائب الكرآن الكريم من أراد انشراحا لصدره الكرآن الكريم من أراد عمل خير متدفق مستمر لا ينقطع إلى يوم القيامة عليه بالقرآن الكريم من أراد أيضا فصاحة وبيانا وذكرا حسنا بين الناس في حياته وبعد موته فعليه بالقرآن الكريم القرآن الكريم شفاء للكلوب القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقال عن تأثير القرآن على الناس جميعا إن هذا القرآن يهدي يعني يوصل للتي هي أقوى قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب ويقل صاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه ويبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس من يتعلم القرآن ومن يعلم القرآن فيقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليه؟ لأن اللي بيتعلم ده كويس لكن اللي بيعلم الخير بيستمر ولذلك شرف لنا شرف لأهل القرآن أن يكون السند متصل إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللي بيحفظ يرجع الشيخ للي بعده للي قبله للي قبله إلى الصحابة إلى رسول الله إلى جبريل إلى رب العزة سبحانه وتعالى فهذا شرف ما بعده شرف نأتي حضرتك ليه إزاي نحفظ القرآن الكريم؟ أول حاجة زي ما قلنا في الأول النية لازم أن تكون لابد أن تكون النية صادقة وخالصة لله رب العالمين فإن أنا عايز أحفظ القرآن الكريم عايز أحفظ القرآن الكريم لأولادي إذا خلصت النية فكل ما يأتي بعدها من عند الله سبحانه وتعالى ثم أحدد وقتا إحنا مشكلتنا مع حفظ القرآن الكريم إن أنا بخلي الوقت الإضافي الوقت فعلاً الوقت مثلاً أبقى فاضية فيه هقول لا أحفظ فيه طفلي دي بقى آه تمام أحفظ طفلي أو أحفظ أنا أو يقول إحنا هنقرأ شوية يعني هنقرأ شوية قرآن لكن لما أعمل وقت وألزم نفسي به ده دليل على صدق النية كمان التدرج وحدة وحدة لو حفظت كل يوم آية سطر بعد شهر بعد سنة بعد سنتين هيؤثر ثم اللي يثبت الحفظ المراجعة ثم اللي يثبت الحفظ التلقي عشان أحفظ لازم أحفظ صح فلازم حد يحفظني إذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي مرسل ومؤيد بالوحي كان بيستمع إلى جبريل يعني كان من حب الرسول لجبريل للكرآن ولجبريل ولجلسة جبريل الرسول عايز يحفظ أكتر ويعرف أكتر فربنا أنزل عليه الكرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تستعجل هو يستعجل حباً في الحفظ إن علينا جمعه وكرآن يعني يا محمد سوف صلى الله عليه وسلم هنجمع القرآن في قلب فإذا قرأناه ده الشاهد فاتبع قرآنه يعني عندما يقرأ جبريل عليك أن تتبع قراءة جبريل يبقى قلنا الإنية والتدرج وإني أحدد وقت وإني أستمر الاستمرارية والتلقي إن لازم شيخ يحفظني لازم على يد معلم اللي ساعدني على الحفظ باقي الاستماع إلى الشيوخ العظام المجيدين ثم التزام طبعة محددة ثم بعد التزام طبعة محددة أن أصلي بما أحفظ أحاول أفهم المعاني أحاول أطبئ اللي أنا عملته ربنا بيقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيت وإذن لآتيناهم من لدن أجراً عظيمة ولهديناهم صراطاً مستقيمة فنسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالكرآن الكريم اللهم أمين يعني ما ينفعش مثلاً أكون بحفظ طفل كرآن واجي مثلاً أقول له إيه ده أنت غابي ما حفظتش كده ينفع ولا أخذه بسلاسة ولا يعني أمشي مع الطفل كبداية إزاي يعني طفل صغير لسه بيتعلم الكلام أولاً أنا أكون قدوة لي هو هيقلدني أصلاً بدايةً لو ابني شفني بصلي هيصلي زيه بقرأ كرآن هيقرأ زيه فبالتالي نعمل الموضوع بداية يعني إيه أشجعه وفي بعض الوالدين وبعض المعلمين كل ما الولد يعمل إنجاز في حفظه الكرآن ولو صورة قصيرة بس يشجعه يكفؤه لو أصر يعقبه السواب والعقاب ده موجود حتى في الكرآن الكريم لازم أحسسه بالتأصير وأحسسه بالإنجاز لما يعمل أي حاج واصبر عليه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الكرآن نفس الكلام محتاج لصبر محتاج لرحمة طب إيه هي صفات المعلم الناجح المعلم الناجح له صفات كثيرة جداً نحاول أن نختصر منها أول حاجة الصبر الصبر لأنه إذا لم يصبر التعليم محتاج صبر من الاتنين من المعلم ومن المتعلم لأن في حاجة أنا مش عارفها مش عارف أسرارها مش عارف أعملها إزاي مش عارف أقولها إزاي لكن المعلم بنطلبه بالصبر أكتر عشان هو القدوة سيدنا مصد الخضر لما وصله بيقوله إنك لن تستطيع معي صبر بأدب النبوة يقوله ستجدوني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك إيه أمراً فالصبر مطلوب من المتعلم ومن المعلم بس من المعلم أكتر ثم سعة للطلاع ثم أن يكون في داخله إخلاص لله رب العالمين فيما يفعل يكون محب للعلم أو للمادة اللي بيدرسها ومحب للمتعلم ويريد أن يعطي ولا ينتظر جزاءاً ولا شكوراً إلا من الله سبحانه وتعالى يعني خلاصاً هو يبقى النية صفية وخلصة طبعاً بس الجدية والجدية وأن يجتهد ويبحث عن الجديد وكل واحد كل طفل أو كل مطلقي له طرق لطريقة تنفع معاه الولد اللي كثير الحركة مش زي البطيء البطيء محتاج إعادة كثير الحركة محتاج وقت قليل لأن تركيزه بيكون في وقت قليل طبعاً بشكر حضرتك نطلع فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفرحة فاصل ونتواصل إن شاء الله إن شاء الله أهلاً بيك ورجعنا لكم تاني مع أستاذ رادي معلم اللغة العربية والحديث فعلاً شايق معاه والله والوقت بيجر بسرعة اللهم أمين دلوقتي فيه مشكلات بيقع فيها إذا كان المعلمين أو الوالدين زي مثلاً بندلل الطفل أو بندغط على الطفل أو بنقارن بين طفل وطفل يعني نقوله بص ده مثلاً إن شو تعمل زيه أو بنعمله على أساس إن الطفل كبير تمام هي المشكلات دي مش بناخد بالنا منها من أهم المشاكل إن احنا نعمله على إنه كبير لا هو الطفل ده الولد ده أو البنت البنت مش أنسة صغيرة لا هي طفلة لسه عندها حاجات لم تكتمل في تكوينها في إدراكها الطفل نفس الكلام يعني الولد لما تقوله الحاجة دي هتعرفها لما تجبر هيجيلك بعد شهر بعد السنة الجاية هقولك أنا جبرت خلاص أنا كنت في قولة بقيت في تانية أو بعد أسبوع هيحصل الكلام ده فأنت تقصد لما يجبر لما يبقى عنده عشرين سنة خمسة عشرين سنة هو يقصد لما يجبر بعد أسبوعين ثلاثة بعد شهر السنة الجاية فنعرف نقرب للولد ونعمله على قد مستواه الفكري وعلى قد إدراكه ما نعملوش على إنه كبير في نفس الوقت من المشكلات إن احنا ندلل الولد ونعمله كل حاجة أو البنت دي مشكلة لازم يعمل بعض الحاجات بتاعته يربط الحزاء بتاعه يلبس نحاول نخليه يعتمد على نفسه من البداية ولو الحاجات البسيطة وكل ما يعمل حاجة نقول له برافو شاطر جميل كده كويس بس كذا نصلح وراه لا نحبطه قوي ولا نديله ثقة بلا خبرة تمام ما هو ثقة بلا خبرة دي مشكلة أو نحبطه كل ما يعمل حاجة نقول له غلط أنت عمرك ما هتنجح ده برضو إيه هتأثر سلبين على نفسيته إذا كسونا عليه غلط كمان نديله مساحة الاكتشاف الطفل بيجرب هو مش كبير إحنا ليه بنقرن بينه وبين اللي عنده 30-40 سنة ما هو عنده 10 سنين 5 سنين 3 سنين فبيجرب على قد سنه وبيكتشف الحاجات أما اللي هي الخبرة هتيجي منين والتعلوم هيجي منين صح تمام طب إزاي يغرس السقة بالنفس الجوة الطفل؟ سؤال جميل السقة بالنفس بتيجي من الحاجات اللي كلنا لسه بنقول عليها دلوقتي اللي هي إيه حضرتك؟ اللي هي أبدأ أديله مساحة إنه هو يكتشف أبدأ أديله مساحة إنه هو يتعامل مع الناس مش قافل عليه وخايف عليه لا أنا أكون معاه موجه ليه أبدأ أشاركه يكون فيه حوار بينه وبينه كل حاجة أتفاهم معاه أتكلم معاه السقة بالنفس ما أذكرش عيوبه لا ليه ولا للآخرين لكن ما يكونش عندي ولد انطوائي أو ولد عنده أي مشكلة أو أي صفة من الصفات الشخصية فالناس كلها تبقى عارفة إنه هو انطوائي فتعاملوا على إنه انطوائي الناس كلها تبقى عارفة على إنه بيخجل أو البنت دي عندها مشكلة في كذا لا كده غلط أنا عاملوا على إنه طبيعي هيبقى طبيعي تمام المشاركة وإن أنا أغرس فيه الثقة وهنا أرسل دعوات إلى ورحمات إلى والدي رحمة الله عليه رحمة الله فده كان الموجه الأول ليه سبب الحضرتك فيه كان دايما فعلا هو سبب كل خير بعض ربنا كان دايما كل حاجة أعملها يكبرها ويفتخر بيها ويشجعني ما بينه وبينه وكان يقول لي اقرأ وأنا هصلح لك أو اقرأ ويشجعني قول كذا لا كويس بس صلح كذا بس اعمل كذا رحمة الله على قد ما هو عارف فبيرسل دايما طاقة إيجابية بيدي أمل الأمل ده أنا عايش بيه دلوقتي وهكمل به إن شاء الله رب العالمين ومستمر في الدعوات له في قبره إن شاء الله رب العالمين ربنا يرحمه وأرمات المسلمين أجمعين رحمة الله علي يا رب طيب بما أن حضرتك مدرب في الإلقاء والخطبة إزاي اكتسب الخبرة أنا في الإلقاء؟ الإلقاء بيبدأ بإن أنا أغرس الثقة في النفس الأول عند الطفل بعد كده تيجي خطوات تانية أشوف الولد ده رغباته إيه؟ تبلو كبير وفيه ناس يقول أنا مش بحب التدريس أنا مش بحب قدامي هعمل عرض بس أنا مش بحب كده يبدأ وكمان ما يكونش الكلام مع الجمهور من أول مرة يعني أتضرب مع نفسي كتير قوي وأخذ رأي المحيطين بي وأبتدي أعرف إن كل حاجة بتيجي بالتضرب أدرب نفسي على الإلقاء إيه أفضل الطرق اللي أعرف أتعامل فيها مع العنيد أو الشخصيات الانطوائية؟ آه طيب الانطوائي حاجة والعنيد حاجة تانية ولو انطوائي وعنيد أتعامل مع هذا إزاي؟ أو أتعامل مع هذا إزاي؟ آه هو العنيد أفضل هو شخص عادي شخص سوي بس هو عنيد يعني بتشبس برأيه شوية لكن الناس الممكن أول حاجة أعمل تحويله هو عنيد وعنده إصرار فأحط له التحدي في الحاجة المفيدة زي إنه هو يخس إنه هو يعمل رياضة إنه هو ينجز حاجة معينة هو عنيد والإرادة موجودة عنده من الأول فأعمل له تحويله بدل ما يشمال هتضره تبقى يمين في صلحه ده أول حاجة بعدين أقدم له كذا اقتراح ما تدلوش أوامر خالص العنيد ما ينفعش أتحداه وما ينفعش أدي له أوامر أبدا مأموروش آه لازم أتعامل معاه أتفاهم معاه طيب أنا ده رأيه إنت رأيك إيه إنت شايف نعملها زي اختار الوقت المناسب ودي له مفاتيح التحكم يعني إيه أقول له أنا ده رأيه شوف إنت رأيك إيه شوف إنت تعملها زي اختار الوقت المناسب إنك إنت تعملها إنت لو عملتها أنا هكون سعيد ما عملتهاش برضو أنا بحترمك وبقدرك حتى لو صغير الإنطوائي بقى الإنطوائي ده شخص عادي جدا وعنده مميزات أكتر من الناس العاديين يعني إحنا كلنا الحياة شغلانة والدوشة لا ده راجل هادي أو بنت وراسي بيقعد يدرس الأمور وبيفكر يعني بعد قطع كلام حضرتك أسفة هو فيه لما بتيجي أم تقولي مثلا أنا طفلي إنتوائي ده حاجة غريبة هو بالنسبة له كده فعلا مش حاجة غريبة زي ما حضرتك بتقول لا هو إنتوائي يعني عنده إيجابيات أكتر عنده إيجابيات وعنده مميزات ده فيه كتب عن قوة الإنتوائيين إن هو راجل بيقعد كده إنسان بيقعد يحلل الأمور بهدوء صحيح بياخد وقت بيفكر هو مع نفسه وبيستشير أهل الخبرة بس فده لو بقى بدأنا معه بالمشاركة بالحوار الدنيا أمان الإنتوائي لا يقتنع بالحاجات الظاهرية اللي هي المبهرجة لا هو عايز حاجة مقنعة عايز واحد واحد يساوي اتنين عايز يروح مشواري يبقى محدد الهدف قبل المشوار ما ينفعش يمشي عشوائي طيب بما إن إحنا حاليا التعليم أونلاين فإزاي مثلا أنا ما أخش على مواقع التواصل والسيشال ميديا والحاجات دي يعني عايز أفرق بين المعلم وبين اللي هو يعني شخص آخر معه دلوقتي معلم آخر آه معلم آخر ومحتوى آخر ومحتوى آخر إزاي أفرق كده حضريني أفرق بين محتوى وآخر أولا زي ما أنا قلت في الأول نشوف الرجل دا أو المعلم دا خريج إيه شهاداته إيه وخبراته إيه في المجال دا ثم أسأل الناس اللي تعملوا معاه ثم أجرب بقى التجربة هي اللي هتحكمني أنا أشوف لازم ألتقي بيه أو أروح أحجز معاه وأجرب التجربة هتبين لي أنا استفدت منه ولا لأ لكن وأشوف دا هل يتوافق مع إلا أنا محتاجه ولا لأ طيب حضرتك رقم تريفون حضرتك على الشاشة مع سادة المشاهدين إزاي نتواصل مع حضرتك الأول من خلال أرقام الموجودة على الشاشة أو من خلال الواطس أنا مستعد إن شاء الله أدرس الكرآن الكريم وعلوم الكرآن الكريم من تجويد وتفسير وتحفز الكرآن الكريم وفنون الإلقاء يعني لو حد عنده مشكلة في الإلقاء إزاي يلقي إزاي يحاضر يعني دي الخدمات اللي حضرتك تقدر تقدمها يعني واللغة العربية وتأسيس في اللغة العربية لكل المستويات كواعد اللغة وكواعد الإلقاء إزاي يكتسب السقة بالنفس إزاي يواجه الجمهور كل الكلام ده يتواصل معنا إن شاء الله رب العالمين وإن شاء الله في خصم الحباية طيب تمام طيب حضرتك تحب تشكر مين شكرا لله أولا لأنه كل فضل زي ما قال سيدنا شعيب وما توفيقي إلا بالله أي توفيق دايما بيكون مصدره من الله سبحانه وتعالى ثم الشكر لوالدي رحمة الله عليه لهمني كل الدعوات ثم أسدتي الأوائل وده دايما الأسدزة اللي بيكونه في أول حياة الإنسان دايما دول بيأثروا في حياة الإنسان تأثيرا عظيما فأنا بشكرهم ربنا يمد في عمرهم ويمتعهم بالصحة والعافية لهم مني دعوات أيضا وأنا أعاملهم كوالدي وأكثر لأن إذا كان والدي قدم لي شيئا فهم قدموا لي خير شيء وهو حفظ القرآن الكريم ثم أنا مدين بالفضل ومدين برد الجميل لكل إنسان شجعني خاصة في البداية وكل إنسان وقف بجانبي ولو بكلمة فهذه لن تضيع ولن تنسى أبدا طيب برنامجنا اسمه خلاصة الكلام كلمة أخيرة حضرتك عايز تقولها أو تلخص لنا حلقة النهاردة أو توجه كلمة أخيرة للطالبة والمعلمين نبدأ بالمعلمين المعلمين اتعامل مع اللي أنت بتعامله ده لأنه أخوك أو بنتك أو ابنك يعني شوف أنت بتحب إيه لنفسك وبتحب إيه لابنك أو أخوك أو كده وبالضبط نفس التعامل برفك وبرحمة وبصبر زي ما قلنا وعندما تخلص في نياتك يوفقك الله ويعطيك ويفتح عليك من خيراته ثم كلمة للي عايز يتعلم أو للطلبة سواء كبار أو صغيرين لا تتأخر لا تتكاسر اخلص النية لله رب العالمين ابدأ من حيث أنت الوقت ليس في صالحك وإنما إذا بدأت أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا فابدأ توكل على الله استعن بالله سبحانه وتعالى لا تتأخر أكثر من هذا واعلم أنك عندما تتعلم شيئا جديدا سوف تجد وجه آخر وخيرات أخرى في الحياة وتفتح لك أبواب كانت مغلقة بسبب أنك لم تبحث ربنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأول آية في القرآن الكريم نزلت هي اقرأ معناها ادرس افهم تعلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يشفع فينا الصيام وأن يعلمنا ما ينفعنا وبشكر لحضرتك مرة أخرى بشكر حضرتك جدا ولفريق البرنامج وإن شاء الله نلتقي مراتك مبسوطة جدا أن كنت مع حضرتك النهاردة وحضرتك شرفتنا في البرنامج بتاعنا وبشكر حضرتك وبشكر السيدة المشاهدين وإن شاء الله لنا لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته